موسيقى انتلقت صباح اليوم في العاصمة أبوظى بأعمال المؤتمر الدولي الرابطة الجديدة الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية حيث انتظم وصول الوفود الدولية المشاركة بالمؤتمر الذي نظمه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بفندق جميرا أبراج الاتحاد وأوضح الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بأن المؤتمر يهدف إلى دراسة طبيعة العلاقات الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية والعلاقات المتبادلة بينها بدأنا المعهد طبعا من سنة 2010 بدأنا في عمل دقاءات وفي نفس الوقت مؤتمرات هنا دوات وهذا طبعا المؤتمر الأول مؤتمر الدولي واللي يشمل فيه طبعا مجموعة من الخبراء مجموعة من الأكاديميين مجموعة من المفكرين اللي يثرون النقاش حول الرابط الثلاثي الجديد واللي أول مرة يمكن أن يعقد في المؤتمر بهذا المسمى حول الدبلوماسية والأمن والدولة الرقمية وهناك رابط كبير الحقيقة بينها والثلاثية عندما نعتمد الدولة الرقمية خاصة في المرحلة القادمة لتوجهات وسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة أنا أعتقد أن هناك يكون هناك نوع من التحديات تواجه الأمن وتواجه الدول الماسيين وبحث المؤتمر الذي شارك فيه متحدثون وخبراء متخصصون من مختلف دول العالم وبمشاركة إماراتية متميزة التغيرات المطلوب إعدادها عند تنفيذ الدبلوماسية في البيئة الدولية المتحولة أنا أردت إلى المؤتمر في المؤتمر في أبو دابي لأنني أعتقد أنه يعمل مهم جداً في تنفيذنا كثيراً كثيراً لا يهمنا من أين نأتينا من، ولكن ما أهم الأهم أن يتبعنا أن يكون دائمًا من أجل أعتقد أن الأساس مهم جداً في أبو دابي لأنها تحتضل محدد من 120 نشاطات ونحن نبطي في إقام ومحافة في الأساس نحن نتحدث عن أبو دابي ولكن نمزل في محمد المؤتمر في تنفيذ الدولية وأكد المؤتمر على الدور الهام الذي يلعبه المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية حيث أنه نظم سلسلة من المؤتمرات الدبلوماسية والتي استكشفت وتوقعت الأنماط الناشئة في الدبلوماسية في القرن الحادي والعشرين حيث شكل كل موضوع تحدياً وبعيد المدى وأعطى المشاركين فرصة للتواصل ولتبادل الأفكار والخبرات وقد اجتذبت هذه المؤتمرات كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية وصناع القرار من جميع أنحاء العالم واختتم المؤتمر جلساته بمناقشة المتحدثين والمشاركين بأسئلة الرئيسة قدموا تقييماً نقدياً لها حيث تبحث الأسئلة في التعرف على أسباب استمرار تدفق الجزء الأكبر من موارد السياسة الدولية الشحيحة إلى إدارات الدفاع بدلاً من الخدمات الدبلوماسية أو الوكالة الإنمائية ومعرفة الاتجاهات والأنماط الناشئة في الأمن المحلي والدولي وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه أظهور الدولة الرقمية